قانون المساوات في المراث على طريق الحسم داخل البرلمان مكتب المجلس أحاله على لجنة الشؤون الاجتماعية تمهيدا للتصويت عليه بل وضعه ضمن الأولويات أعلنت حركة النهضة ذات الأغلبية رفض القانون فيما تدعمه غالبية الكتل هذا القانون مخالف لأحكام الدستور مخالف للخيارات الوطنية الجامعة مثلا في مجلة لحوال الشخصية وما أظن أن هناك في البلاد من يدعي حداثة أكثر من حداثة الزعيم الراحة لحبيب برقبة مخالف لقيم الشعب التونسي وهويتو ظاهر الآن أنه فم أغلبية موجودة بالنسبة لتمرير بسلاسة معناه الموضوع هذا لكما تعرف أنت مفاجئة السياسية تنجم تظهر في أي وقت إن شاء الله ما يتمش توظيف هذا القانون وهذا الحق أعلن مفتي الجمهورية أن قانون المساواة في المراث مخالف لتعاليم الدينية بل حذر من تسببه في تغذية التطرف أما تنصيقية الدفاع عن القرآن والدستور الجامعة لمفكرين وعلماء الدين فجددت رفض المبادرة هذه المبادرة فيما يتعلق بالمساواة في الإرث إنما هي مخالفة مخالفة صريحة ظاهرة قطعية لأحكام القرآن القطعية والقرآن الكريم في آيات الموريد في سورة النساء يلقى مشروع القانون ترحيبا من المنظمات المدنية الداعمة لحقوق المرأة أما الرئيس التونسي صاحب المبادرة فشدد خلال مصادقة مجلس الوزراء على أن المساواة في المراث مبدأ يكرسه الدستور حسب النص الدستوري يعني تونس دولة مدنية تقوم على ثلاثة عناصر العنصر الأول هو المواطنة يعني ثانيا هو إرادة شعب وشي إرادة أخرى وثالثا علوية القانون يترك القانون للمورث حرية الاختيار بين المساواة واتباع الأحكام الشرعية ومع ذلك فقد أثار جدلا دينيا وحقوقيا واسعا داخل تونس وخارجها في حال مصادقة البرلمان سيتخلى جانب من التونسيين عن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين قانون المساواة في المراث بين موقفين ثورة لصالح المرأة وتعارض مع الأحكام الدينية فتح الفلحي قناة ميديان تيفي تونس